مما اختص الله تعالى به باته علم الغيب فلا يعلم الغيب ماضيه وحاضره ومستقبله إلا الله وحده قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ولكنه سبحانه قد يطلع بعض عباده على ما شاء من أمور الغيب كما أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على قصص بعض الأنبياء قبله وأطلعه على ما يكون من أشراط الساعة وغيرها من الأمور العظام التي ستقع في المستقبل قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلاله فيه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وللغيب مفاتيح خمسة رئيسة استأثر الله بها وطوى عن جميع المخلوقات علمها فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تعالى ولا ينزل المطر ولا يعلم في أي ساعة ينزل ولا أين ينزل ولا بأي مقدار ينزل إلا الله وحده ولا يعلم ما في الأرحام علما شاملا مفصلا إلا الله فهو الذي أنشأ ما فيها وعلم جنسه ورزقه وأجله وعمله وشقي هو أم سعيد ولا يعلم ماذا تكسب النفوس غدا من خير أو شر ومن رزق قليل أو كثير إلا الله تعالى ولا يعلم بأي أرض يحضر النفوس أجلها وبأي مكان ينتهي عمرها إلا الله وحده وما يخبر به الطبيب أو علماء الأرصاد الجوية من الأمور التي لم تتكشف بعد أو تقع كتوقع الأجنة ومعرفة هبوب الرياح أو نزول المطر أو كسوف الشمس وخسوف القمر فمبناه على الظن لا على اليقين وعلى احتمال الخطأ والصواب أما علم الله بهذه الأمور وغيرها فهو علم يقيني شامل مطابق للواقع لا يحتمل الظن أو الخطأ قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير